نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري ما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري الذي أكد أن الأرقام تشير إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر لعام 2021 وهو أعلى وبكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية إلى جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه كل ذلك يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي المصري